جسدت بداية العام الدراسي الجديد نموذجاً للتكامل الواضح والاستعدادات الكافية التي اتخذتها الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل عودة آمنة وسالمة لطلبة المدارس تعمل إدارة وزارة الداخلية المعنية على اتخاذ كل ما يلزم في إطار الاستعداد للعام الدراسي فبجانب الإجراءات التنفيذية تأتي هذه الجهود انطلاقاً من منهجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وآلا كافة المستويات مديرية شرطة محافظة العاصمة قامت بعدد من الترتيبات الأمنية بالغرب من محيط المدارس وذلك لتأمين الحركة المرورية وتأمين انسيابية الحركة المرورية رد تبنى عدد من أفراد شرطة خدمات المجتمع في محيط المدارس كذلك دوريات العسكرية ورح يكون إن شاء الله تواجد أمني لتأمين انسيابية الحركة المرورية بالغرب من المدارس وتأمين عبور الطلاب وإن شاء الله نتمنى يكون عام دراسي موفق وآمن للجميع إن شاء الله نقوم بترتيب عدد من الأفراد بالقرب نهاي المدارس لتنظيم حركة المرور ومساعدة الطلاب على عبور الشارع كذلك يقوم مكتب المعاينة والتقييم الأمني بتوزيع بعض البروشيرات التوعوية على أولياء الأمور لتوعيتهم حيث الوقوف الصحيح وأيضا تنبيه الطلاب على طريقة العبور الشارع العام والقرب من المدرسة ولأولياء الأمور دور رئيسي من خلال التعاون والتواصل مع الجهات المعنية والالتزام بإرشادات السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية ما شاء الله يعني جهود جبارة يعني هنا المكان كان من زمان أنه تروح توقف بالهايوي ووصل المسار الهنيك بس ما شاء الله هلأ سليس وتلاقي كل الطلقات مفتوحة والشارع كبروا ما شاء الله وجهودهم يعني السعفي كمان شايف كأنه في جهود تاني يعني إن شاء الله لا تدام والله أنا بروحي وأنا داخلي وطالعة قتلهم من أروع ما يكون إن شاء الله على طول خش تنظيم الله أعطيكم العافية والله مع تواجد شرطة المجتمع وشرطة المرور أشوف يعني انسيابية في الحركة المرورية وإن شاء الله نتمنى أن تتواصل هاي الحركة إن شاء الله ما شاء الله اليوم ما شاء الله شوفنا الترتيبات الأمنية الموجودة المتمثلة في وجود شرطة المجتمع وكان لهذا الأثر من التنسيق والترتيب في مسألة إنزال الطلبة والحفاظ على سلامتهم إلى الترتيب فيما بين السيارات منعا للإزدحامات المرورية فضلا لأن هذه ترتبط أيضا بمواعيد عمل أولياء الأمور مشكورة وزارة الداخلية مشكورة وزارة التربية والتعليم على هذه الترتيب والتنسيق أنا أحب الوزارة الداخلية ووايد لأن كل يمشون السيد لنا ووايد يعني ويساعدوني أن أودش المرس بسرعة وما تأخر على الوقت إن تأمين سلامة الطلبة وضمان الإنسيابية على الطريق أبرز ما تهدف إليه هذه الجهود والخطط الأمنية وهو ما يتم من خلال تقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة حتى ينعموا بعام دراسي آمن خال من الحوادث ترجمة نانسي قنقر